موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد في موسم جديد من برنامجكم الفني واليومي باتشورك فين دائماً كنقترح عليكم حوارات متميزة مع فنانين مشاهير ونجوم من مختلف المجالات كنقترح عليكم أنكم تنستلوا مع رأسكم أنتو كلوا الله ونبدأوا من ذلك بشوي مرحبا بكم من جديد كنقترح عليكم دابا نيت نمشي وجميع نكتشفوه كونه وضيف حلقة اليوم موسيقى نجاح بالنسبة لي ديمك يكون صغير قد هكا الحاجة الكبيرة هي اللي كتكون قبل من الناجعة المعاينات لونتريمو السبر وكتخلع لبزعب دي الحويج بشتحقق الأحلام ديالك هذا الشيء وول كبير أما النجاح ديمك يكون صغير رغم أنه صغير من اللي كتتحقه وكتب صليه تكون عنده حد طعم زوين بالزاف كي يجعلك تنسى أي حاجة صعيبة تستيمنها موسيقى إذا كنت تربيت سوفل كمّل هذا الفيديو حتى اللخر كي تفهم هذا البروغرام اللي سوف نعطيك أول شيء نبدأ بها ورم أب سخن مزيان كي تفادل الإصابات و لا تعيش وصف تدريب ديالك هذا البروغرام عاوني بزاف ربيت سوفل وقدرت نجري 80 كيبو انتربال ترينيق كنت جري 20 متر سفرينت فول فاور وكارتاح 30 ثانية كنت عاودها عشرات ديال المرات واحد نقطة مهمة بالزاف كل واحد والنيبو ديالك إذا كنت مبتدئ بدأ بدك شي اللي تقدر عليه مثلا 50 متر ولا 100 متر وكمّل واستمر إن شاء الله الصوف ديالك غايتتحسن سمع مكاين غايتس جو عمرك تحق الرأسك عامين من قبل كنت خدام فريستو ما كنا نجري حتى خمسة كيلو دابا كن وجد رأسي غامشي نجري من دوباي حتى الأبو دابي 120 كيلومتر في 20 ساعة لاتس جو عامين من قبل بالضبط في هذه الساعة سبعات السباح كنت نكون ناس أعلاج الحجاج كنت نكون صهران نار صبت كنرجع للدارس خمسة السباح ست سباح كالناس فرق مستخسار في العشية الحمد لله دابا أوليت كالناس بكري في الويكانتين فرق بكري خمسة ونصة سباح باش نجري نجري ندي ذك شي اللي كان بغي ولا غا يوصلني الآن ضيف ديالنا اليوم هو حاضر معنا في البلاطو عد مغامر رياضي كبير يدير بزاف ديال موتيفاسيون وفي نفس الوقت ممكن نقوله صانعي محتوى معنا حمزة بسم مودي سلام عليكم وعليكم السلام أخوة أسامة كيف يلقى للمس عليك لا بس الحمد لله صحيحتك صحيحة كل شيء خاصة لكم صحة الحمد لله باش نقدرون نديرو هذه الإنجازات ان شاء الله ان شاء الله تبارك الله عليك حمزة نحن تعرفو عليك مرحبا بك داردارك أن تعرفو على العالم أن تعرفو على القصة ديالك أولا وصف لنا الروتين اليومي ديالك فوقش كالشفيق شنو كتدير صباح فوقش كالتريني فوقش كالجري الروتين ديالي في دوباي اه حيث انت مستقر في دوباي كان فيق صباح مع ربعات صباح ربعات صباح اه كان صلي البجر كان أخذ ثلاثة تمرات وكانت القهوة كان نجري يا سلام كان رجع كان فطر كان ندوش كان نمشي للخدمة كان نخدم كان ترين إذا كان عندي برايك بين كلايانت أو ثاني كان رجع للخدمة كان نسأل الخدمة كان نجري بالليل فوقش كالتنقس حمزة كل الناس لم يكن حدا عشتنا وكان خمسة سوعية كافية للناس ماشي مشكلة ماشي مشكلة اه وش الفطور لوجه بديل الفطور مهمة وضرورية بالنسبة لك ولا لا 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 قاما مهمة أنا المهم عندي وانتريني ايس طيني بجوية بدياله والله ما مهم بني بالنسبة لأني واخ فستلي بعد مرات كنمشي نجري بلا ما نفطر بلا ما نأكل اه ولكن وسط الجرع سامر شو تأكد سيري جزري ديالك وانتر جعلت فطر والفطور ماشي ضروري تدخل شي حاجة الكالوري كنت تأكل الفطور عادي والفطور غاني ديال بصحة كنا نأكل الفطور غاني ديال بصحة كيكون عبارة عن بروتين كاربوهيدرات والياف مؤخرا الفيديوات ديالك تبارك الله تمشيوا بزاف ونشافوا الملايين ديال المشاهدات وكتنوع ما الفرق بين أنك تجري فوق القودرون كما قلو وتجري في البحر وش تجري فوق الرملة صعب بياك بزاف صعب حتى الرملة تكون قاع صعب حتى لا تدير تقالات في رجلك فتيكون تدير مجهود كتير من اللي تجري في القودرون واخر وبالنسبة للجرف العقابي كي يجيك عادي وإذا أنت كي يجيك صعيب في حل الجامع أنا كيجيني صعيب وكي تكون تحدي يجبني واجب لي أن أقوم وكي تجري عالية كي تتحدى رأسك وكي تكمل نحن نكمل ونموت وننقف حسنا لا تختار طريقة التي لا توجد العقابي أو حذورة بالعين لا 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 إذا رأينا شيء صعيب يجري رأسك لا الصباح بك لا لا رأسك صباح بك لماذا؟ رياضة أول شيء من بعد الصالة تستطيع أن تركز على اليوم حسنا 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 أنا بالنسبة لي أجري تأمل يجري لتركز في حياتي حسنا حسنا أول ماراتون كيف كان أول ماراتون قدرت العمل في أكتوبر أول ماراتون أول ماراتون في حياتي 42 كيلو من سالية الصراحة بكيت حيث بدأت تفكر أنا كيف بدأت تجري خمسة كيلو كيف ما قلت لك قبل كانت تعدبني في ساعة خسنين وأول مرة قدرت ماراتون كان الإحساس واعر يعني رجليا الركابي ما قادرش تخيل ما قادرش ما قادرش تنزيد كن وقف كنستريتش ونكمل يعني تعذبت في الماراتون حتى كملته ولكن من كملته بحل قلت أول ماراتون هو اللي فتح لي الطريق دولي أسمح لي قاطعك على النفسية المعنوية كيف كانوا وسط هذا الماراتون ما قادرش وما قادرش صعيب وما قادرش ما قادرش وما قادرش وما قادرش هذا السؤال جزء كثيرا هذه كاملة قادرش لكن من الماراتون أريد أن نتعرف على رأسي ونتعلم كيف نتعرف العقل عقلي تقول أريد أن أقوم أريد أن أريد أن أريد أن أي شيء أن تستطيع أن تستطيع أن تستطيع العقل من الماراتون لقد علمت الكثير من الماراتون وكانت كبداية أن أستطيع كثير من التحديات في المستقبل وماذا الوسط وصحابك تشجعك أو أكثر أكثر أصحابي تشجعوني ولكن 90% تقول لماذا تشجعوني لماذا كيف اي شيء أريد أن أعطي منها فوق المياه يعني هذا الشيء ولا ينجحني هذا الشيء الذي يرتاح فيه هذا الشيء الذي نريد أي شيء نريد نعطي فيها فوق المئة ماذا نريد هذا الشيء الماراتون الأول ارتاحتي قليلا؟ ارتاحتي قليلا 4 سواء ونتجريت ماراتون ثاني اسم لك يمينا ماذا تجريت ماراتونات في النهار؟ ماراتونات في 38 ساعة واخ نحاول نركز معك مزين مزين وانت كائن عادي انا كائن عادي عارتي علاش نقول لك هذا قولي المونطال كل شيء واقع في كل شيء في المونطال ولكن انا كنت شوف راتي كبرت في حومة شعبية مخرج منها حتى شيء باطل وكتكن دائما كنت تفكر من اللي كنت صغير كانوا يزيني في الحومة كنت أقول لي باقيرا وهذا كنت بقعت فيها وانتيني معا نكت كنت عادي وشحال هذه غول شي حاجة ما شيء هذا كيري يحبس تقولوا هادر العيان وولا كنت نحط له غول وانتيني وكانت يقول لي باقيرا أنا باقيرا قتلية هنا يا كل ما كانت تفكرا كل ما كانت نفع كل ما كانت تفكرا كل ما كانت نجري بالحمد لله موقعت باقيرا وليت وحش وذب كتخلع او لدرب مجضوع لكن أمتي أمتي قدرها ولكنهم متخدرون فيها ثلاثيين او ربعين من بعد قرررت ماراتون ثلاثيين من بعد قرررت ماراتون قررت خمسة ماراتونات في شهر واحد من بعد قرررت ماراتون 50 كيلومتر 50 كيلومتر 50 كيلومتر 3 مرات 3 مرات 50 كيلومتر أول ماراتون 50 كيلومتر في الصيف في الصحراء أولا تحدي 80 كيلومتر 90 كيلومتر 90 كيلومتر هذا شيء جيد ما هي القصة حمزة؟ لماذا تفعل ذلك؟ لا أريد أن نكون إنسان عادي لا أريد أن نكون شيئا في المجتمع ونفعل شيئا ما يمكن أن يقولون أنه مستحيل أنا دائما أنه مستحيل نحاوله الممكن إذا أمنت في رأسك يمكنك أن تصل إلى أي شيئا ما هذا هذا الشيء من حافظ ألم وصعوبات ومشاكل كانوا لديك في الصغر في الشباب؟ لا ليس شيئا ضروري ليس شيئا ضروري أنا كنت من أن أذهب إلى دوباي أعمل في ريستو مهم تكرفص في ذلك الوقت وقبل أن أذهب إلى دوباي أبدأت أن أتعلم قليلا من أن أذهب إلى ريستو تغييرات حياتي وقبل أن أذهب إلى رأسي لأنني لم يكن لدي الوقت لأنني أتعلم 16 ساعة أو 14 ساعة في النار لذلك كنت دائما أن أقول إن شاء الله سأغير الكارير ولو وفقني الله سأغيرني دائما لا نضيع الوقت هذا الوقت لم يكن لدي والأعذار الذي كانوا عندي اليوم يتح لي الفرصة سأغير الكارير سأغيرني دائما أكثر من أي واحد نحن نختاره نحن نخطي القرار نريد أن نذهب إلى هذا الاتجاه أو إلى هذا الاتجاه القرار قرارك نحن نختاره ومن أن أكتشف كوزيني في دوباي تمحنتي بزاف كانوا عنك بزاف صعوبات لم يكن لديك الوقت في التريني لم يكن لدي أعمل من العشرات الصباح إلى الزواج إلى الثلاثة إلى الثلاثة إلى الزاء ومثل 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 لا أستطيع أن نعيان لا أستطيع أن نعيان ومثل في دماغك ومثل نحقق الهدف لأنني أستطيع أن نتريني الكثير من المرات نعم نحن نرى ومثل ومثل حمزة سمودية أنه مراتون بعدك على أي شيء خيب إذا كانت بلية تحييدات يمكن أن شخصيا أنت تخرج الكثير ومثل تخرج عندما نخرج كانت نشوق كما نخرج ومثل ومثل في دبي صراحة أقل أغير حياتي كثيرا لم أقل فقط أتوق ومثل 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 في الوضوء الخروج ضياء ذلك الوقت. ضياء ذلك الانيرجي. ضياء الوقت. الصحة. الفلوس. الانيرجي. وما تتلاقاش مع الناس مزيانين. يعني كتكون عايش في واحد البيئة يعني اللي ما تقدرش. أتبقى داخل فيها وما تقدرش تخرج فيها لتعمقتي فيها. كتقول واحد الوقيشة. دي الوقيشة الصعيبة اللي دوسي في دبي فينك تخدم 14 ساعة. في النهارة الفلوس ما كانوش. كتكافئ ماديا. كتكن خدم بصالر 1500 درم اماراتي. يعني يقول تقريبا شي 3000 درم مغربية. فقط. فقط. يعني ما كان الكرا كان عليهم. ولكن ما كافيش. ما كافيش. ما كافيش. ما كافيش. المعيشة غالية. كيفاش دوسي 80 كيلومتر 90 كيلومتر دويلين على. هذه خاصة انترينمون سبيسيال. خاصة شي 12 ساعات 13 ساعات في النهار. لكي تكمل الجزرية ديالا. لا. 80 كيلومتر في 10 ساعات. و90 كيلومتر في 12 ساعات. صراحة مجيوش. ما كنتش مبريباري اليوم. والله العظيم. مهم. أنا بعد مرات الايجو ديالي. كيف حيحطني بشي. صعبين بزيار. مهم 80 كيلومتر. كان واحد دري منظم واحد الايجو في ديال. وهو يجري بيرفوت. وأنا كنتشوف تقول هذا يجري بيرفوت. ثانا نجري بيرفوت. هذا مع حفيان. حفيان. نعم. صعفي اهضرت معه. سولت فوق شيء يجري. سوف نجري معك. أول مرة نجري حفيان. وكيف يجري سنين ومينين حفيان. صعفي بقيت نجري معك. 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 تكمل 80 كيلو. حتى الآن صعفي. نفخه. لم يكن قادر. 90 كيلومتر كيف حصلت؟ 90 كيلومتر. وصلت 100 ألف أبوني في الإنستغرام. قلت لن أستفل بل كيك والشماع. حتى أنا مختلف عن الناس. أمشي نجري 100 كيلو. 100 في 100. مياه. نجري معك في الإنستغرام. نجري معك. تقريبا 100 كيلومتر في الأرض الواقع. نجري. نجري. سوف تكون مختلفا. دعا سدي. دعا سدي. دعا سدي. دعا سدي. دعا سدي. نجري معك في 26 أكتوبر. سأقوم بحق أيرونا. عمان. أيرونا في السباحة. في الصيكلين. وفي ماراتون. وصيكلين والعمان. كيف تلعين لهم؟ نعم. دعا سدي أكتوبر قريب. لا يوجد مشكلة لا يوجد مشكلة سواء جهزت نفسي او لما جهزت نفسي في الأخير تبقى تحديد سوف تحديد تحديد منين تحديد القوة أخي يا حمز؟ من عند الله سبحانه وتعالى دائما نطلب الله يعطيني القوة بعد المرات ربك لا يوجد الرزق يكون فلوس الرزق يكون الصحاب الأهل بعد المرات تكون القوة ربك على ذلك القوة يكون الرزق يحمد الله على كل نعم أنا أعطيني القوة الحمد لله الله يزيدك الله يحفتك والله يجعلنا بصحاحتنا أمين يا رب لا أصدق أن الناس يذهب إلى التعليمات لا أصدق أن الناس يتفرجوا فينا يتفرجوا في هذه الحلقة سواء في الإنترنت أو في التلفزيون يقول لك أننا نجرب لا يمكن لا يمكن أنا أعطيته لكي وصلت إلى هذا المرات وقد أمت الترينيت وتدربت كثيرا وقد أمت مشكلة حتى وصلت إلى هذا المراتون ومن بعد أردت إلى هذا المراتون لقد قلت لك خمسة كيلو و قلت لها في الأول خمسة كيلو و قلت لك صعيبة قلت لك صعيبة و قلت لها في ساعة و قلت لك أكثر من خمسة مرات يعني أنت تبقى كوتش و تبقى كيني نأكله جيدا و إذا نريد ماراتون نمشي و نمشي نحن أهداف دائما نحن أهداف أنا الأهداف كانت أهداف أن نجرب ماراتون رأس 6 أشهر و أنا كنت أعطي أكثر عاد بجربة ماراتون دبا حمزة إلا بغيتك تنصحني أنا أو لأي واحد كتفرش فينا مثلا نجرب واحد أول أجسرة كيلومتر ديالي أجسرة و قاعد ينفرد سومي ماراتون شنو تنصحني بالضبط توجد دراسك مزيان أول حاجة إلا ما كتشك تجري على الأقل مثلا كل نهار تبقى تجري خمسة كيلو أوكي كل نهار لمدة خمسة مرات في النهار لمدة تقريبا شهر أو شهرين ستجري ذلك الأسرة كيلو ما ديش جيني سعيبة ما ديك سعيبة لحقا ستكون ديجة أنت تعودتي على الخمسة كيلو و ستجري الخمسة كيلو مرتاح إلا جريتي خمسة كيلو مرتاح تقدر تجريتها عشرة كيلو مرتاح يعني خمسة كيلومتر كل نهار كل نهار تسبش الحد لا تسبش الحد خضراحة الله يجزي كبير شكرا جزا في العطيشين الوكهند أنا لا أكرتاح ومن بعد شنو ندزول سبعة كيلومتر تمنيا كيلومتر ومن بعد شنو her12 fucking ستتقدر تأخذ الغزارة كيلومتر ومن بعد شنو سهال acordchan . مه advertisement اشتركوا فينا وكيف تفرجوا فينا وإذا كنت تريد أن تضعوا فيها سوف ترونينا الفيديوات لكم لأنا وحمزم السمودي على انستغرام القوة المنطال مهمة كثيرة لا تحتاج كورت المنطال لا لا تحتاج لا تحتاج لا تحتاج كورت المنطال أخي غسامة وشو واحد جرى 90 كيلو في الشمس تحت من 45 درجة الحارة لا تحتاج لحاجز لا تحتاج لحاجز تحتاج لهم لكن هناك فريد تحتاج 100 كيلو متر وحاجزت تحتاج 120 كيلو متر من بعد تريح تحتاج له كيف تفكر في سوبر عيرون مان تفكر في مئتين كيلو متر لا تحتاج لحاجز لا تحتاج لحاجز أخي قد أخبر بسم الله لكن لقد أخبرت لكم السؤال المهم لماذا هذا الشيء كامل بشكل طبيعي لم يكن لهم مرشطات مرشطات أو استيريويد كيف تكلمون هذا السؤال؟ لا أستعمل لدي أحد العقلية كنعيش بحال الناس القدام كيف هل أن الناس لما نعيشون القدام؟ مركزين على الماكلة، الراحة يأكلون الأشكاء أنا حالك أنا بالنسبة لي إذا كنت تعطيت المنشطات كنت أسمى بالنسبة لي كنت أغشت راسي كنت أغشت راسي كنت أغشت راسي وإذا كنت أغشيت حدي أنا أريد أن أتعب أريد أن أقرب أريد أن أعجبوني المعاناة وأنتجاوزهم لا نقع أن نعيش فيهم لا تخاف من الإصابة؟ لا أخاف من الله نصلي و ندعي الله و ننتوقع أي تحدي ما مرة لم تأتي إصابة؟ أخاف من الج безопас كنت أتعرفы لم تتعرفы فكنت تعرفы أخاف من الجهز أخاف من الجهز أخاف من الجهز الأخاف من جديدة أخاف من الجهز نعم نعم كنت أخاف من الجهز مثلا كنت أخاف من الجهز من الجهز 500 يميلا أو نحن إلى العمل ما هي المسابقات التي تستعمل لتعاونك في جنةirty هذيك دي اللايفون وقعنا؟ دي اللايفون او ستارفة اوكي اخر نصيحات اعطيها للشباب اللي كتفرج فينا و بزاف ديال الشباب و الشبابات خويا حمزة يقول لك ان عكزوا يقول لك عن نسبر دياله وعنا لما توني ديال السبور ومقيدين فلاسعى ولكن يقول لك ما فياش عايز الوكاد نرتاح تفرج فيلم نسكرولي هذا الفئة شنو تقول لهم فاصل مع الكاميرا اول حاجة نبدأ بالنصيحة ماشي داروري تكون معلم باش تبدا ديال حاجة خاصك تبدا ديال حاجة باش تولي معلم ما تبقاش عطل اعدار راسك ديما اي حاجة بغيتيا بداها مصيغ بلاس متسناج تقول غدا بعد غدا كاكا يتربافك العجز ومن بعد هتولي تطور فراسك ووعد يجي كل شي سهل وبالنسبة للسؤال الثاني الناس اللي كي عكزوا اول حاجة كتضيع الوقت وبالنسبة للسؤال الثاني الانستاغرام والتيك توك تضيعى وقتك لا تستفيده يجب ان تركز على حياتك وتدردك ما تريده وتأمن في راسك وما توقفش وما تسمعش لهدرات الناس البداية هي الصعيبة تيقبية يجب ان تبدأ اي حاجة جاءتك في راسك طبقها تم تم لا تقول الغدات على الغدات وهذا ما نقدر نقول واخر حاجة نقوله اليوم لاتس لاتس جو باركة ملقز لاتس جو برافو شي كلمة على شي كلمة لفولور ديالك اللي تبارك الله ماذا حال وصلت هذا يمكن شيء في انستاغرام مئة ألف و سعادة عشرين نظر ان هذا الرقم يرتفع يرتفع تدريجي وقال من بعد البرنامج يقع الضوء بالعلوم إن شاء الله كلمة لفولور ديالك والملايين الذين يتفرجون في فيديو نتمنى من الله نكون نوصل لكم ذلك ما نريد نوصل يعني نقدر نكون نشجعكم ونعاونكم يعني نتطوروا من راسكم وتنوضوا التريني ونجروا نتمنى من الله هذا الشيء كامل يكون يفيدكم وتستفيدوا منه وتأخذوا كطاقة إيجابية وتنوضوا ما بغيتكم تكونوا بحالي وتنوضوا ما تغيروا ذلك البيئة التي حوالكم وهذا ما كنت منه في دبي فين تم استقر ما زال خدام في الدومان ديالشاف كوزيني لا بدلت الدومان بدل الدومان اوكي اوكي كنت من التوفيق في الحياة المعنية في الحياة الرياضية ايرونمان قلت لي نهار 27 أكتوبر اه ما مشاريع أخرى من بعد؟ من بعد ايرونمان سوف ارتاح سيمانا سوف نجري من دبيل أبوظابي 120 كم اخي قل من 20 ساعة نحن لا معك و لكن قلبنا معك الله يحبك أخو صافي كلمة آخيرة أخويا حمزة شكرا أخويا أسا مع السدافة و شرف لي أن نكون هنا و شكرا لجميع أي واحد متبعني وتحية لولد حمتي والوالدية والأخوتي والناس كاملين و شكرا لجميع شكرا لجميع شكرا لجميع شكرا لجميع و الفني الوقت جرى كما قلنا و نزال في المجال الجرى تهلا و أفرزكم و بنتنا بعد شهور